بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي حبيبي الحلوين والغاليين طلاب وطلبات جميع الصفوف الابتدائية في مصر والوطن العربي أهلا وسلم مرحبا بكم في لقاءة جديدة وحلقة جديدة في درس جديد مع مصر محمد في قناة نتعلم انجليزي سوا النهاردة بنكمل ما بدأناه طرح نجبرنا شوية أولاد مع بعض النهاردة إن شاء الله بناخد الدرس التاني في الواحدة التانية من المستوى الأول طبعاً today we are going to talk about it you need to listen to which tells us about our bodies yes as you see today we are going to talk about parts of our body parts of our body النهاردة تحديداً إن شاء الله بنكلم عن أجزاء طبعاً الخاصة بجسمنا أو أجزاء من جسمنا تمام وبعض الأعضاء الموجودة في جسمنا تمام طبعاً كالمعتاد بنحاول نعرف المعنى من خلال شاطر محمد الشاطر قال لي من خلال الصورة يا ميستر بنعرف المعنى زي ما تعلمتنا وهنا الشاطرة قالت يا ميستر أيوة من خلال الصورة بعرف المعنى ومن خلال الكلمات أقدر أكون جملة يا ميستر أو عند الفكرة هي parts of our body وبالتالي أقدر أتكلم وأقدر أكتب موضوع تعبير ودي طبعاً فكرة الكورس يا أولاد الكتابة والتحلس أوكي يا أولاد وكمان بناخد الجنامر يا ميستر معاك في الكورس جميل قالوا أولاد الشطار عارفين ايه مضمون الكورس طبعاً ده جميل جداً جداً أقوى كورس منظم للأطفال ابتدائي وطلاب وطلوات ابتدائي على مستوى منصة اليوتيوب ده الخاص الابتدائي تمام في هذه القناة البسيطة اللي ان شاء الله تكبر بيكم منتم طيب النهاردة ان شاء الله طبعاً كالمعتاد احنا عندنا هنا زي ما احنا شايفين يا أولاد طبعاً انا شايف هنا نقدر بنحدد كده عشان رأيه بس ما بتوشي مننا والبنات الشطار ده كده طبعاً الفرست كولم اللي عمود ده أول نراه وده الساكن ده طبعاً ايه يا أولاد الساكند كولم شوفناهم كده يا أولاد طبعاً نبدأ بالفرست كولم ياس از يوسي وبعد كده نقرأ الساكند كولم الناس طبعاً مركزة معايا واحنا بنقرأ في معنى الكلمة من خلال الساهم طبعاً اللي نازل على جزء معين من البيكيتشر او من الصورة انا هاقرأ والناس تقرأ طبعاً ورا مني او معي طيب طبعاً اول كلمة معانا اول مصرحة النهار ده أولاد يريد ناس تكرر عشان تقرأ وتتعلم الكراءة صح شولدر 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 شاست 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 هاند هاند اي اند ويست 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 اوية لار لار الار ان اج rond ان اجamel اجل 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 ان اجل 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 طبعاً اجل 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 ان اجل اجل ان اجل قين البو ان البو ان البو تومي 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 المنطقة دي اولاد ان كال ان ان كال ان ان كال هيال افات او افات او اي اولاد فادت انها صح فات افات طبعا الجامعة يا اولاد زي ما انتم شايفين كده اولاد الشطار فيت طيب خلينا نشوف جزء اخر من او اعضاء تانية او اجزاء تانية في جسم الانسان طبعا هنا نجيب طبعا مصر من اليمين او اسمان طيب نمسك من فوق زي ما يقولوا كده الاول اه اناك 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 طبعا بواضح مصر فيه انك اهي اولاد تمام باك 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 طبعا واضح فين يعني المنطقة Или المعصوب بها هنا في طبعا جسم الإنسان طبعا الجمعة يا أولاد طبعا هو جايب توي واحد منه هنا اسمه هذا توي طبعا الجمعة تكون تويز طبعا هنا أولاد ني فين الني؟ طبعا مصر مصر طبعا لأولاد مع الحوزة صوتية لما بيبقى عند حرف K ومعها حرف N في اللغة الإنجليزية ما بنطقش الكي أي كلمة في العالم K ما تنطقش الكي الكي يا أولاد حرف صامت ني ني فنجر كلمة طبعا نيكست بجوارها يا مصر الفنجر ايه الفنجر؟ اهو يا مصر اهو تمام فنجر ايه فنجر او افنجر طبعا نروح كمان بعيد جنب منها كلمة أخرى اللي هي كلمة ثم 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 طبعا واضح يعني يا مصر كلمة ثم برضو هنا في ملحوزة صوتية في الكلمة دي يا أولاد لما بيبقى عند حرف M بعد بي خفيفة فما بنتقش لبي خفيفة ما بقوله الثم يا أولاد بقوله ايه مثل ثم ثم يعني صوتك بيقف عند الام يا أولاد ثم ثم اهوكي طيب ده طبعا بالنسبة للجزئية لها طيب طبعا احنا مبارح برضو فكرة اليونت يا أولاد بتقول ايه اه اللي هو طبعا النهاردة كمان يا أولاد أكيد طبعا في الجزئية اللي تكلمنا عنها في أجزاء الجسم من بارح كان أجزاء الرأس طيب والدماغ والوش والكلام ده طيب النهاردة أجزاء ايه بقى؟ أجزاء الجسم نفسه طيب والدراع والإيد والكلام ده كله اه والزرعين واليدين اه برضو يا مصر أكيد فيه اختلاف لان احنا قلنا يا أولاد ايه وي الفكرة بتحت اليونت ايه we all look different ياس اوكي ففي حد عندي اه اه انا بس هياك تشكل الفكرة او تشكل الفكرة او تفكر ازاي تكتب موضوع او فكرة يعني او فقرة بسيطة او فقرة قصيرة عن الدرس النهاردة اوكي اه short fingers يبقى في حد عنده short fingers اخويا مثلا اه my brother has short fingers اه طبعا واضح بالمعنى يعني short fingers اوكي تمام short fingers yes that's right as you see طبعا short fingers طيب حد تاني انا بقى اخويا yeah my brother has short fingers but i have long fingers yes that's right لكن انا عندي long fingers yes that's right طيب يبقى الاثنين طبعا opposite so when i say long fingers opposite يولد اي short fingers اوكي تمام فالتنين عقس بعض نروح للبكتشر او نكست بكتشر yes as you see small hand small hand small hand طبعا واضح فين small hand اه هي مصر yeah تمام so big hand طبعا عكسها اي اولاد عكس small big yeah فعكس small hand big hand big hand big hand طيب عندنا بعد كده يا مصر اه زي ما احنا شايفين الصورة دي هو يا مصر انا زلال لك هو علشان تمشي معايا واحدة واحدة small feet small feet طبعا واضح المعنى بالعربي مش مكتوب يا مصر لكن انت اكيد فهمه وده اللي خلي المعنى يثبت في دماغك عمرك متنساه ما تستعجلش على العربي العربي جاي وهتشوفه كتير لكن حاول عاود نفسك على الدراس الإنجليش بالذات يا اولاد نحفظ الكلمة من خلال pickature او من خلال حدث او من خلال عمرة ما تنساه تمام big feet big feet طبعا عكس small feet يا اولاد زي ما احنا شايفين كده اللي هي جزيه دي small feet عكسها طبعا يمصر ايه big feet يبقى عكس small feet big feet big feet اوكي طيب اني كست pickature يا عندين هنا طبعا زي ما شايفين كتف الولد الصغير دوت وده كتف الرجل الكبير ياس فهنا طبعا اكيد زي ما احنا شايفين narrow shoulders طبعا شولدر بين ايه طب والجال shoulders narrow shoulders narrow shoulders طيب وراجل الكبير زي خواه الكبير ده زي بابا عندو ايه مثل broad shoulders or white shoulders so broad shoulders so when i say broad shoulders like when i say white shoulders اوكي نيجي الجزئية ايه بقى يعني الوزن والطول او الحجم والطول يا اولاد او الطول والحجم اوكي لها height and size اوكي طبعا عندنا فيها short as you see يعني ايه short بيين طبعا في الصورة يعني ايه short ايه short اوكي short opposite tall tall opposite يعني العكس يا اولاد tall طبعا واضح ايه short yes و ايه tall اوكي تمام fat fat as you see fat 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 ايه 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 thin thin ايه ايه عكس thin طبعا واضح yes opposite short و short opposite tall اوكي مالا اوكي تمام طيب النهاردة مصر انا خدت كلمات جميلة مش وحشة وكلمات سهلة جدا جدا اضافت لي مهلومة عن طبعا اجزاء ايه مصر عن اجزاء طبعا الخاصة بجسمي او باجسامنا عموما ودلوقت انا قدرت فعلا مصر افكر واكتب فقرة انشائية زي اللي انا هقولها دي وولد الشاطر او بنت الشاطر يقدر يعمل هو كمان زي ما انا عملت كده في الكورس او في المستوى كده او في هذا الدرس طيب خلينا نشوف مع بعض ياولاد هنا الولد الشاطر دوت بيعلمني برضو ازاي انا بنت الشاطر اللي قاعد بسمعني او ولد الشاطر اللي قاعد بسمعني ازاي مصر اكتب فقرة انشائية انا بعاني في المدرسة ام ازاي اكتب موضوع تعبير او فقرة انشائية وبعاني زي كلم انجليش امسر طيب ما انت حفظت كلمات هي وعرفت معناها من خلال الصورة تمام طيب قبل ما نشوف موضوع التعبير خلينا اختبرك هل انت عرفت معاني الكلمات بشكل صحيح بالعربي ولا كان عندك بعض الاخطاقت الصحاحة طبعا ده هو درسنا هو هو هي نفس الكلمات اجيبتها لك عربي هي عشان تختبر انت نفسك بقى وشوف انت قدرت تتعرف على معاني الكلمات لوحدك من خلال الصورة ولا اخطاقت في البعض تعالي نشوف كده مع بعض اقرأ ياريد تاني معي شولدر شولدر كتف شاست شاست طبعا الصدر منطقة الصدر هاند هاند يد ويست ويست طبعا الوسط ياولاد وسط جسم الانسان تمام حتى هي قريبة من العربي وسط لاد لاد طبعا الساب او رجل ارم ارم طبعا الزراعة او كيو لاد طبعا هنا الشاطرة قاعدة بتقول لها انت ترجمتهم كده تماما بسر واحمد الشاطر بقول لان انا كمان ببزر جمتهم هاي لو لاد سو اكسن مونى الشاطر قاعدة بترجم البطن مريم الشاطرة الان 터ول atau رسخ القدم حسين الشاطر قال لانا ترجمتها كعب فط قدم عمر الشاطر ترجمها فعلا قدم فت فت طبعا روفان الشطرة قالتلي جامعة فت فت يا مصر فقدم فت قدم واحدة فت يا ولاد مش فوت اسمها ايه فت فت جامعها فت روفان الشطرة قالتلي انا ترجمتي فت اقدام انها كانت جامعة ايه فت هاي يا روفان اكسلت اكسلت يا ولاد كلكم شطار ومشاء الله تبارك الله عليكم ناك ناك جمال ترجم اللي انا عرفتها ان هي الرقبة يا مصر في جسم الولد الصغير اللي كان موجود في سبيكيتور تمام باك باك شهد الشطرة قالتلي ظهر بطم بطم مصطفى الشطر قال لي اسفل ني ني طبعا ادم الشطر قال لي رقبة طائل طائل اسراء الشطرة قالتلي اصبع قدم فنجر فنجر اصبع اليد رتياج الشطرة بتقول لي اصبع اليد ثم ثم ابهام ودعالي الشطر قال لي ابهام طبعا قلنا فيما تحوص الصوتي يا ولاد ان لما يبقى عند حرف الام بعد بي خفيفة ما بنطاقش البي الخفيفة وما بعملش عليها سرس ما بقولش ثم لأ اسمها ثم ثم ايه ثم طبعا الصوت بيقف عند الام او كي يا ولاد تمام هنا طبعا الولاد الشطار برضو هم وهم دول وفي ولاد تانية شطار معاهم كتير قوي في مصر وطن عربي برضو مستر تراجمهم كل الترجمات الخاصة كلهم صح يعني شطار جدا في الترجمة مثلا من خلال الصورة ترجموا معاني الكلمات دي ومصطلحات دي كمان short fingers short fingers اصابع قصيرة long fingers long fingers اصابع طويلة small hand يد صغيرة big hand يد كبيرة طبعا سمول عكسه big يا ولاد small feet small feet اقدام صغيرة back feet back feet اقدام كبيرة او كي يا ولاد تمام ودي كان الجزء الخاص بالطول والحجم height and size خادنا فيها طبعا كلمة short قصير طول طويلة fat سمين thin نحيف رفيع يعني سمين يا ولاد اللي هو تخين يعني fat سمين اللي هو تخين اقولها باللغة العامية تخين او تخينة كده thin نحيف رفيع او رفيع يعني narrow shoulders active ضيقة طبعا الحد فوق ضيقة مش عريضة فبنقول عليها he او بنقول عليه او عليها whatever he or she whatever has narrow shoulders لهو ولد he has narrow shoulders يعني هو عنده اكتاف ايه دياء تمام لكن حد رسم كبير عنده اكتاف عريضة he or she هي او هو whatever رجل he سيدة she he has broad shoulders yeah or white shoulders اكتاف عريضة اوكي يا ولاد طبعا ده كان ميستر بالنسبة لجزئية المصطلحات والكلمات نرجع درسينا تاني ازاي ميستر تكون فاكرة انشئية الولد الشاطر دوت طبعا عمل لنا وعمل الولد الشاطر حاجة زي الموديل رايتن كده ازاي تكتب يا ميستر عن درس النهاردة طبعا هو بيتكلم مثلا عن اصدقاؤه عنده صديق اسمه تومي خلي بالن اولاد عنده صديق اسمه تومي وعنده صديق اسمه الان وعنده صديق اسمه مايك وعنده صديق اسمه هنوري فدول زملاء ومسلا في الكلاز الكلاز ميتس اللي معي تمام انت كمان ممكن تعمل زي ما الولد الشاطر دوت عمل كده تمام ممكن تكتب عن نفسك كمان وعن اختك وعن اخوك وعن صديق لك او صديقة ليكي وممكن عن ولاد خالك ولاد خالتك ولاد عمك ولاد عمتك وتقلد نفس الولد كده اللي هو جاب اسماء احنا نقول عليها اسماء مستعارة كده كان هم اشخاص يعرفهم فيكتب ويستخدم طبعاً الكلمات والصفات اللي اتعلمها النهار ده بدرس النهار دي يولاد تلكورس ده جميل جداً جداً يولاد بيخليك تتكلم انجليزي في نفس الوقت مش بس تكتب خلي بالك من دي كويس تمام طبعاً ولما تكتب ياولاد او تكلم زي ما قلنا اللغة الانجليزية فيها جملة اسمها الجملة الخبرية هي اساس الانجليزي في العالم كله اساس القواعد في اللغة الانجليزية تكتب تتكلم هيبا مستر إن لم تكن سؤال فالجملة الخبرية فاعل فاعل كمالة الجملة الإنجليزية ولو بكتب منساش الفول ستوب زي مثلا هنا الولد الشراطر ده مسك أول صديق ليه هو كان تومي تومي طبعا ده الفاعل والفاعل إز فيرب توبي خدنا فاول حلقة اللي بيشوفنا الأول مرة يجيب الكورس منويله عشان يفهم تومي إز شورت يعني الولد الشراطر استخدم قدي شورت يعني تومي ده حد قصير يعني هو لديه يمتلك ملكه لديه طبعا يدين صغيرتين أو يدين صغيرتين تمام إيدي صغيرة يعني هم الفاعلين خدتون معين الغد الوقت منويل الكورس وفاعلين في المضارع هاو 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 لجم يكون الفاعل جم أو يعمل عن الجم وهاز طبعا للمفرد ده ولاد زي اي وشي وات او اي اس مفرد زي احمد زي بونا زي محمد وطبعا اه طبعا فالولده الشاطر بكلم انجليزي ويلي تكلمه اي ده يكتبه اه طومي إز شورت دماغه شكالة طبعا يكتب عن تومي وحطيه ده على خده امش هرفع من فقرا اشياء الموضوع لأ انما جاب اسم صديق تاني لي او زميل وقال كمان ده الان الان ايس طول الان ايس طول يعني الان ايس طول هي كمان عن الان ايس طول الولد الان طويل وكمان عنده طبعا ازرع طويلة وكمان ارقل طويلة تمام ده ماشاء الله تبارك الله زي كده اللي في الصورة ده كده اولاد ده اه تمام زي ده كده فهو طبعا ده كده ميسر طول ايس طبعا انما كان تريبا دوت اللي عمل زي تومي الولد الصغير ده الصغير ده مقارنة مدا بدوت بل جانب منه فده كصير تمام زي ما احنا شوفنا كده لابو صفر طفر دهو المسل ياسdır الان ايس طول لا ايس طاح مايك ايس فت مايك ايس فت الولاد مايك ده طبعا شكله كده بس ده مش مايك خالص ده شكل الوضع عالي تمام ما علينا مايك حاجة زي كده هو شوف يعني من خلال من خلال المصرعات الخادة النهاردة عرف كون فاقرا اشياء واللات ازاي هو ده الهدف من الكورس ومن سماعك للحلقة دي طيب مايك اسفات يعني مايك تحدد خين سنين عنده طبعا باك تومي بطنه كبير تمام كالبوزة انتي افتي اخويا كالبوز فهو كالبوز فعلا افترش نقطك كده وقوف في البيت اضرافك تمام لو عندك حد اسمين مايك اسفات يهاز باك تومي يهاز هينوري از ثان يعني الولا هينوري اه زي ما احنا شايفين كده تقريبا ده شكل هينوري شكله بيقول كده اه اللي رافع ايده الفوق دوت يهاز اه ولا بالشرطة احمر اه اه يعني هينوري اه شوف اه قدرت من خلال يعني في القصير عملت جملتين وفي الطويل عملت جملتين وفي التخين عملت السمين عملت جملتين وفروفاية عملتين وسمينا مثلا هينوري انت تقدر تعمل ذا ولا الدوة وتقدر تتكلم عن نفسك كمان وتقدر انت كمان يا بنت حبيبة قل بتتكلم عن نفسك كده انت بتتكلم من جيزه وبتكتب التكلمه وكتبه يقول انت بتتكلم وبتكتب موضوع تعبير قصير في نفس الوقت بتدرب عصفرين بحجر واحد خلي بالك هينوري يهاز اس راي اثان هينوري از ثان هزشولدرز ار نيرو أخذنا شيئا من هنري قمنا بتين هو يا ميسر في فقرة الجيئة بتاعت النارد عن درس هنري از ثان يعني هنري دي حد الفايع تمام هنري اكتافه نيرو لانه لسه كبان صغير سين مواضح كده ان اكتافه ايه نيرو يعني اكتافه ديقة تمام يا ولاد طيب أنا ميسر عايز بقى اعمل انا زي كده اكتب ازاي تعال اقول لك تكتب ازاي وتتكلم اللي بيكتب يتكلم واللي يتكلم يا ولاد هيكتب اوكي تمام انا هو مثلا علي مثلا او انا هو عمر اي ام كان اسمي بقدم نفسك اي ام عمر اي ام شورت باستخدام الفيرب تو بي او الفعل خدناه لغاية دلوقتي طبعا وخدنا الفيرب تو هاب يعني لغاية دلوقتي واخدين فعلين في المنظور يا ولاد من اول حلقة في الكورس حتى الان خدنا الجملة الانجلزية وخدنا بربتو بي وخدنا بربتو هاب في المدارع يا ولاد المدارع البسيط تمام طبعا اي بياخد اي ما بياخدش از ولا ار فابسط حاجة اي ام عمر طبعا اسمي علي اي ام علي طبعا اسم احمد اي ام احمد طبعا اسمي مونة أعقول I am Money I am Omar, I am short أنا اسمه امر أنا قصير безопас I am tall و جديدة عن نفسي I have small hands أنا قديعة صغيرة عندي حيث طبعاً المسر عيدي صغيرة مش عندي داية كده زي المرزاب با عفان الله وياكو تمام I have small hands yes that's right I am thin أنا بحب أضحكي يا أولاد اوه أدخل لش كلام جد طبعاً I have small hands I am thin yes that's right طبعاً أنا اديا بيقول اللي بيكلم عن نفسه عمر الشواطر دا I am عمر I am short I have small hands I am thin أنا كمان نحيف مشتخيم الحمد لله زي ما بحبش تقول هذا احمد و ده اخويه احمد اشعر رفهم هو بيقول احمد ممكن تقول احمد صديق لي يا اخويه عايز تقول صديق ماشي احمد اه انت تحكم في اللغة او لاهل بس لغة حكم فينا هذا احمد هذا احمد و هو صديق مش اخ هذا احمد و محكي يتكلم عنه براحتك بوصف البابا مثلا فيوصف لصديقك احمد ده فانت بتقول ايه مين ده اللي في الصورة معاك يا عمر بابا بيسألك يا عمر تقول له ايه this is احمد he is my friend he is tall yeah that's right he has long arms زي ما بشوفه بابا درعاته طويلة yeah he has long legs وكمان رجلي طويلة ايضا he has long legs too he has too يعني ايضا يولان yes as you see ادي كلمة too yes that's right يعني ايضا he is also والسو هنا يعني ايضا طبي الفرق بين ديو بين دي اولاد والسو تأتي في وسط الكلام لكن too بتيجي في اخر الجملة اوكي طب هو ليه اه هو جايب too هنا اصابه اللي عندي او عنده he has long arms يعني درعاته طويلة وفي نفس الوقت كمان ايضا رجلي طويلة فعشان كده he has long legs too he has also thin هو ايضا نحيف مش طويل like me yes that's right شوفت بكل بساطة يا اولاد انت قدرت ازاي تعمل موضوع تعبير قصير او فقرة انشائية قصيرة او short paragraph عن درس النهاردة طبعا ده يا ميستر الهدف من الكورس يا اولاد التحدث او الكتابة والتحدث اللي بيكتب هي تكلم الكتابة بانا اقدر اقف او قدام بابا او ماما او اخويا او اختي واتكلم واقول ده او مع زميلية او مع حد من قريبي واتنطط عليهم في الانجليز براحتك محدش يبقى زيك ولا حد يبقى زيك او كي يا اولاد اللي يتابع الكورس ده اولاد او فعلا هيبقى حد يعني انا بقولك عبارة تيجي داخل المدرسة السانية دي ان شاء الله اللي ترمى الدراس الجاي انت تابقى حد تاني خالص غير اللي كنا نعرفه في الانجليزي قبل كده طبعا الى ان نلتقي استودعكم الله الذي لا تضيع وداعه طبعا الولاد الشطار حبيبي الحلوين الغليل لو عجبكم الفيديو يا اولاد ياريت نشير الفيديو طبعا دعم الفيديو بلايك الاول حتى يصل العلم لغيرك والدرس ده يوصل لحد تاني غيرك يستفيد منه ما تنسوش يا اولاد الدال وعلى الخير كفاعله يعني انت لما تسعيدني في نشر الفيديو انت اخد بالك طبعا حد تاني هيستفيد فانت كأنك بالضبط شرحت وخدت السواب زي لاننا طبعا زي ما تشايفين اولاد ده بشرحوا بالمجان انما بقول الاجر عند الله سبحانه وتعالى اوكي ليكم والاولاد دي برضو عنده اولاد زيكم في سنوكم بيسمعوا معاكم الكلام ده اا فالكل يستفيد مش اولاد دي بس اوكي اولاد فطبعا ده اللي على الخير كفاعله الناس لو عجبك الفيديو ولاد الشطار وبنات الحيوين المتابعين معايا او عجبكم الفيديو اا شير الفيديو عندك على الفيس على الورس على اي وسيلة موصلة التواصل اجتماعي اوكي اولاد وطبعا عشان يوصل العلم والدرس يوصل لحد تاني من زمالك السفيد بيه من اخواتك في مصر الوطن العربي كله اا الى ان نلتقي كان معكم مستر محمد طاها استودعكم الله الذي لا تضيع دعو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته